عام وعين منافل تحت الحمرة أو فوق البنفسجي يورين اللي يفهم نجم أخ زوج للنجم الظاهر على كل حال نعرفه في هذا عالم وربي سبحانه الله هو من خلق واحد وبالتالي يزم قانون واحد يمجي عليه ناخد طوى عالم الإنسان قد العالم الحيوان نعرفه وزاد الزوجين نعرفه قصة سيدنا نوع عليه السلام ربي كواش أمره أمره قالوا لابد نشتغل من كل سنف من كل جنس زوجي بشيه يتواصل تتواصل الحياة الحيوانية على وجه الأرض بعد كل العذاب الأليم يعني الطفانة لمن عم الأرض والعياذ بالله جزاء الذين كفروا وكانوا متصالفين ياسر ومتعنتين ياسر ومن أبقي فيهم لبدا فيهم سيدنا نوع عليه السلام تسعة مئة عام وازدادة خمسين يعني حاجة عظيمة يعني بعدك التعامل الكبير ربي أحب يبقي شيء يبقى في الحياة الحيوانية بطريقة يجب أن يحلق من جديد ربي ولكن بطريقة تجب أن تكون بشرية بشرها البشر وما لكن يبشر البشر من أن يمشي بشرها بغير زوجي ما سيدنا نوع عليه السلام لم يؤمر بشيه أخر الأسد بدون البؤة لم يؤمر بشيه أخر الحمار بدون أتن وهكذا لحيث كما خذاء في 73 تقريبا نفر من البشر ذكر وإناث خذاء زد من الحيوان خير داوخة نزير وغير 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 والله أعلم أن هنا صورات كانت موجودة على أن دفرت في بلمهن شراء المفيد يهمن لكونوا واقع الزوجين لابد منه ولهذا يكونوا جنس ذكروي وجنس أنثوي لابد منه أن يجب أن نتحقفه وأن يجب أن نكونوا مع الوقت لأنه ثم من يقول اليوم وقتدي أن العلم سلبشي أفصر على أعماق الخلية البشرية ليجب أن يغير الكرموزومات وما تخلق منه الكرموزومات يعني الكرموزومات هي أجسام صغيرة جداً وطلقاها ملتفع لبعضها البعض وملتوية وموجودة في أصل أنه يتأي قلب الخلية وما يتعرف إلا بطرق معينة منهم طريقة الكريوتيبة في الطب في العلم المختبر تجد أن تعرف كيف تأخذ الخلية من خصية وخلية من الجلب والمخ تجد أن تعرف خلينيك يذكرها ونصر ثم تجد أن تعرف الجزيمات هذه الكرموزومات هذه الأجسام المصطبغة كرموزوم 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 وصوم يعني جسم الأجسام المصطبغة هذه نجمة نعرف كل واحد منهم عنده رقم وعنده اسم ولماذا يصلح في الوراثة ندرى الجزء في طرف الأيمن ولا طرف القصير ندرى ما يدخل في طول الأثناء ولا في لونه ولا في ذكاء ولا في طبعه يعني في عاطفته هكذا مش يتلع مجرم ومش مجرم أنا شيء أعلمه الله على كل حال العلم تقدم اللي حتى الكرموزومات ذوما يبدأ فيه من قسم إلى نصفين يعني فما شيء كما هكا يعني عنده طرف قصير وطرف طويل يبدأ جزئي وفما شيء من نقطة تربط بينك الجزء يعني حتى في عالم الكرموزومات الزوج لابد منه يعني الفرد مستمد بيخدمش وقتين نلقاهه في التحليل الذين نلقاه واحد منهم كل موزومات ذايا مظل آه ثلاثة كيف نلقاه منا نقص شطر متاعه وقلوا هل إنسان ذايا لو منا الخاص يمتاعه وتعطي الحاليات المنوية بل الشكل ذايا أذايا أما مرته متجهد أو متجهد إنسان مشوق بحاذو لابده عملية الدفنين لابده منها نعم نعم للحياة أذايا كل شيء تحصل حيوائي تطاقص على المفردين كل حالية لرنفردين خلص ذكر يتسمى هذا يتموجود عن السمك هم الحاجة للتناسف مرة اليوم يقوم نفس السمكة تقوم بيدور الذكر وبعد حالة اخرى تقوم بيدور الانثى او بعد سنة وثلاثين حسب المعطيات الموجودة باش التكاثر يكون في مستوى متوصل يكونش تكاثر كبير حتى يقضي على المخيط هذا كله وله السمك الاخر يندسر او يقل حتى كل جنس ذكى ذلك كذلك هو يذوق ويذيع ولهذا شيء من الرب سبحانه وتعالى وحي من الله باش مرة يقوم بيدور الذكر ومره يقوم بيدور كذلك حتى يكون التناسل معتدل لا يدعى على جنس اخر ولا يندسر لكل جنس ذكى وموجود كذلك هذه الطارت والجنس الانثى تبدأ تحمل ما غير ما يلقع ذكر موجود في السمك وموجود في المفاضع شيء من هذا القبيل احنا نجيه شيدنا عيسى عليه السلام باش نشوفه المعجزة اللي ربي سبحانه وتعالى كيبعث سيدنا سيدنا جبريل عليه السلام لكي يطلئن ويبشر مريم البتول عليه السلام لا لي شيء قطرية القطر والجنس موجودة في عالم الله سبحانه وتعالى موجودة في العالم الحيواني وهو بلك لله بحيث الموشع سير على الله باش يجعله في البشر ولكن كي يجعل ربي صلطه في البشر باش تكون في التزاوج جاء مرة حب يوري اللي ممكن باش ربي سبحانه تلا يخلق نبي كريم عليه الصلاة والسلام سيدنا عيسى عليه السلام من غير عبد وهو فتنة لانه فمن مش يقع في فتنة يقول هذا الابن هو وهذا شيء علمه ربي اكثر من احنا لانه يقصد به ربي شيء عظيم على كل حال هو معجزة ومعجزة تفسر كان بالعلم وتفسر بالدين بالدين يكون ربي يسعى ما يشاء ويفعل ما يشاء ولا يسعى عما يفعل ونحن نسعى هذا شيء ثابت والذي في العلم هذا القرط انه جنازة ديها الشيطة في بخارق يعني اي انسان يحب يخفه القضية لتعصيدنا عيسى ليفعله بديون الاب فمن يتهم الماريون باتول هل يكونك عند علاقة خنائية بانسان كان اسمه ثلان ثلان يوسف وشنوه النجام وهذا باطلون محرم اذا احنا نغيره عن الانبياء عليه السلام جميعا لانه سلة طاهرة ما يعرفوش معنى الخبائث يعني رب يجعل دائما نسم الانبياء عليه السلام نسق راقي للغاية هذا قوص فيما يخص الاخلق بدون ان تدخل الزوجات من فرد دون الاخل يعني الانثى سيدنا ماريون عيسان حملت السمكة مثلا كذلك من تجهل طبيعيين او تحمل ما يخص ونحن ذكر التهم بالخصة والكورموزو ما ذي نرجعونه هو عالم اليوم كشفوه قالوا اذا كان ناخذ الكورموزو ماذا اكس او ايجراج ونضمر مثلا اكس يوليك الرجل ذاك ينجبك للذكور هذا بايجاز قطعوا ايجاز المذايض يتذقم ياسر وتفرع ياسر او معقد ياسر على كل حالة انا اقول لكم مذايض جنيجة التي تسمى بايجاز ولو يجب يعملوا تطوير لك الحيوان الملاوين متعراجل باش يموت فيه الكورموزوم يبقى كرموزوم يعمل هيجراجل يبقى انا اذكر هذا كان حين يبشر زوجته اذا كانوا ما يقولوا به هذا يوجب كان الذكور والعكس موجود من نموه من الذكور من نموه من الذكور من نموه من الذكور وبالتالي يضر الكورموزوم يعمل والإفلاح وأساس أساس وصلنا وصلنا siamo كل が هنَ ceksin لو الهّ طعش ترجمة نانسي قنقر